يعني الشغل أهم من حياته العقادية؟ أهم من الحاجة في الدنيا أهم من وراته, أهم من أمه وأهم من أخته شغل سم الشغل وعمل مسرح في فرنسا في الإلزية عمل صحف الإلزية وخذ محمد بنوح عمله المزيكة فيناك كمان صحيح صحيح إيه اللي يعني ليه يوسف شهين تجربة التلفزيون كالتقيلة ما عملتش وقت لا ما فكرش يعمل التلفزيون وكان حتى عمق مش مانيعنا لكن كان بالنسبة لنا السنة مدى السعر يعني يعني بتعيش مدى الحياة وعمرها ما تتنسي والناس بتنزلك لغاية عندي بتروحي بتعمل مجهود عشان تتفرج عليك في السينما والفرجة في السينما في الشاشة الكبيرة مختلف تماما عن الفرجة في أي حالة تانية كان صاحب نجومه يعني خلص الفيلم يعني حضرتك كنت معاته للوقت بس كان خلص الفيلم يسأل يرفع السماعة يكلمهم يسأل عليهم ولا خلاص بيبقى مشغول لا بالعكس كان بيرفبطوا علاقة بموثلينه جدا كان بيعتبرهم إخواته وحبيبه وأهله بيحب الموثل المتاع مين الأقرب اللي كان ليه حتى آخر اللحظات كلها يعني خالد النبو طبعا يسرى طبعا يسرى يعني ما فيش حنان تورك وهالة صبقي هالة فاخر محمود حميدة مش عايزة أنسى حد يعني كلهم كانوا وحباء بيحبهم بشكل شخصي بلقاد مين هو كبير آدم مكننين مين من المخرجين كان يقول يحب شغله مخرج مصري ما يحب شغله يحب شغله أعتقد كلهم حسين كمان كان يعني نسخة أخرى من يوسف شاهين كان يحب شغله حسين كمان وهو كان يحب زمائل المخرجين يعني هو اشترى في قصة سأمات من يوسف السباعي عشان يوسف صلاحة مصيفة خير الجاية كان يقول لك أستاذ صلاحة مصيف وانتجهله وصلاح الأخرج صحة سأمات من العزة العليل حاجة بديعة لما كنت بتعمل أنت مع مخرجين تانين كان يعلق ويقول لك إيه حلو وحش لا عدد كان يقول لي حلو كان يجميل لي كان يقول لك حلو وكان يقول لك روح يشتغل يقول لك أنا جاءت لدور في فيلمه بتاع إيه رأيك يقول لك طبعا عمله ما تاخدش رأي يروح عمله وده معي يوسف شهين يعني ما استفادش منه إزاي آيوة صح مكتب يوسف شهين مازال مفتوح الحمد لله مازال مفتوح جابي بماريان وولاد أخته مكملين ويعني ربنا يكرمهم بيعملوا حاجات كويسة قوي بيعملوا أفلام تخش مهرجانات بيعملوا مسلسلات في التليفزيون ومستمر إن شاء الله أكيد وبقت أكاديميا دلقتي يعني زمان كانت فلام مصر العالمي دي شقة صغيرة النهاردة ما شاء الله خدنا العمارة كلها وبقت أكاديمية فنونة الشعبية وبتقدم فن والسينما يعني أكتر من مزار الثقافة أو أكتر من أي موتيك تاني لو كان يوسف شهين عايش في زمن السوشيال ميديا كان هيتبسط ولا لأ؟ أكيد كنا نستفيد بالتكنولوجيا اللي نوع متقدم مسابق عصر فكان هيستفيد بكل ذا يعني نحن بكاميرا تقيلة وعشر رجالة يشلوها وشريوه وحاجات كده كان هيعلق بنفسه على الفيسبوك تويتر ولا ما كانتش هيدخل على حاجة فيه لا ما أفتكتش كان هيفاضل لكن كان هيستفيد من التكنولوجيا هستفيد من الزراير اللي يعمل بها شغل أحلى ينزل أجزاء من أفلام وصورة أحلى يعني الشغل الدعية ده كانتش في دماغه قوي لكن شغل اللي يعمل شغل أحسن آه ده كان في دماغه أكيد كان هيد من الاختراعات الجديدة ده أجيبه الألوان الجديدة أهم مخرج عالمي كان بيحس أنه بنفسه أو أنه هو عينه عليه طول الوقت سبيلبرج ولا حد تاني يعني طبعا كان بيحب بيليبرج بس هو كان بيعشق في الليني في الليني أه فدريك في الليني أه أبنا مرة في روما وقال له أنا بحبك وأنا يعني بين المعجبين بيك أكيد آه يعني بجد أنا استمتعت جدا لأن يوسف شهين ده عالم عالم عايز كلام كتير جدا فنان سيف عبد الرحمن أنت بتوحشنا الله يخير ودايما وعايزين نشوفك في حاجات كتير تحت أمر ودايما كده متقلق وموجود مرسي أستمتع ونهارده الحقيقة في حديث عن يوسف شهين استمتعنا وبشكرك واتمنى لك دايما نشوفك في حاجات حلوة دايما مرسي جدا وممتعك ده على الشاشة شكرك جدا أنا اللي أشكرك شكرك بيك